أكد سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح أن مصر هي شريك تاريخي في الكفاحة الوطنية الفلسطينية جاء ذلك في كلمة السفير الفلسطيني خلال الفعالية التي عقدت بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة بيع عنوان رسالة إلى بايدن بين النجبتين 1948-2024 حيث وجه السفير الفلسطيني الشكرى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لموقفه الرافد لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل استقلاله الوطني وإقامة دولته المستقلة المتصلة جغرافيا باعتباره مطلبا شرعيا مستحقا للشعب الفلسطيني